السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في قناة المجدية سمنتكم بخير وعلى خير أخيرا والحمد لله وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن موعد فتح المساجد بالمغرب أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية إعلان فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلاة الخمس وذلك ابتداء من صلاة دهر يوم الأربعاء 23 دول قيعدة 1441 هجرية موافق 15 يوليوز 2020 مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية التي ستدبرها لجان محلية بأبواب المساجد وأوضح بلاغ الوزارة اليوم الثلاثة أن المساجد تتظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المناسبة على أن مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاقه عدوى بالآخرين تقتضي من كل شخص يحس بأعراض الوباء عدم توجه إلى المسجد وشددت الوزارة في بلاغها على وجوب حرص المصلين في المسجد على إجراءات الوقاية ولا سيما وضع الكمامات ومراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى حين توفر شروط تراص الصفوف كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب تجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها وتجنب المصافحة والازدحام لا سيما عند الخروج مشددة على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول متوفر في باب المسجد وقياس الحرارة من طرف شخص مكلف والحرص على استعمال السجادات الخاصة واستمرار إغلاق المرافق الصحية بالمساجد ورغم هذه التعليمات المتشددة كما لحتمعي إلا نفرحنا والحمد لله بفتح بيوت الله من جديد إلى اللقاء